هذه المنطقة لا أحد يقبل بأن تمس أو يتم الاعتداء عليها من دون رد فوضى عارمة وفجور غير موصوف تسلل واخترق كافة الزواريب اللبنانية ليصل إلى الزاروب الأمني حيث لا رقيب ولا حسيب لنتأكد مجدداً أننا في بلد الكل من إيده إله من من لا يذكر الاعتداء السافر الذي شهدته منطقة بشري منذ شهر تقريباً حيث أقدم مجهولون في ساعات الليل المتأخرة على الفتك بواحد من أهم مراكز التزلج المعروف في المنطقة تيليس كيل أرز المملوك من الشركاء الأربعة إلي فخري، وليد كيروز، جوني كيروز وجوزاف عون ما شكل ضربة قادية لهم ولأهل المنطقة جميعهم وبداية موجعة للموسم السياحي الشتوي الذي تتميز به بشره مصادر سبوتشاة الأمنية تؤكد أن الاعتداء مخطط له ومدروس وتنفيذه دقيق فيه حنكة إجرامية ووحشية من الطراز الرفيع ووفق الأدلة الجنائية استقل الفاعلون أو المجرمون سيارتهم في الليل ووصلوا إلى بشره وتحديداً إلى النقطة المقصودة وقطعوا الأسلاك الحديدية الرئيسية التي تشاغل تيليس كيل أرز وألحقوا ضرراً كبيراً بباكرات التلسياج لم يهاب المجرمون أي شيء ولم يضعوا أهل بشر في حساباتهم أصلاً أطلقوا النار على قسم من الأسلاك فجعلوها أرضاً وقطعوا قسماً آخر بواسطة آلات حادة وسجلوا على المنطقة وأهلها خسائر مادية تخطط الخمسمائة ألف دولار أمريكي هاي البيست اللي هلأ وقفة واللي صار لها الأكسيدان راح تقسرنا شي 15% للعشرين بالمئة من السكي يوريه اللي هن بيجو خصوصيتها يعملوا سكي على هاي البيست الأدرار المادية بتوصل للخمسمائة ألف والأدرار المعنوية يعني السنة وقفنا البيست كل السنة ما وصم مش رح نقدم المشي حادة السكي هي بتنعش المنطقة الأرز بشرة حتى تنوصل لشقة لميلة أهدن صغارتها من تاني ميل نحنا اليوم هاي المنطقة كلها راح تخسر 15% للعشرين بالمئة من الزوار اللي كانوا يطلعوا فهاي البيست اللي نضاربت عنا مشكلتها انه أحلى بيست بينعمل عليها وأطول بيست بينعمل عليها سكي بكل لبنين فهذه راح تقسرنا وتخسر المنطقة أوتوماتيك ما الناس اللي بيطلعوا نحنا صراحة مش قدرين نصلح وبعدها واقفة وبدأ كتير وقت نقدر نرجع نطلع من الموضوع لأنه وادع مكلف كتير علينا والمدخيل عم تنزل بشكل رهيب ومناش الأمن والكبوة الأمنية أنه يحافظوا على الأمن بالقليل لأنه اليوم أنا إذا صلحت هالموضوع ممكن يرجع ينعاد مرة تانية الاعتداء حصل والخسائر وقعت ولكن الغريب في الموضوع هو التكتم الكبير للأجهزة الأمنية حول هوية الفاعلين ففي كل الاتصالات التي أجراها سباتشت مع المصادر الأمنية المختلفة كانت تتهرب من تسمية الفاعل أو التلميح له متذرعة بأن التحقيقات لم تصل إلى خواتيمها ولم تعرف بعد هوية الفاعل فتحولنا إلى مصدر آخر وهيك من مالك لهالك لأباد الرويح ولإعتبارات سياسية وطائفية ومناطقية لا يزال الفاعل مجهول للحادثة خلفية سياسية وطائفية وأصابع الاتهامات تتوجه إلى بعض الشباب الضنية وأصل العلة يعود إلى الخلافات المستمرة حول موضوع استغلال مياه القرن السوداء في منطقة الثلاجات الواقعة بين الضنية وبشري هذا الاعتداء بحيات منطقة بشري ما شهدت على هايك اعتداء وهذا شيء أساسا يقع بضمن الاعتداء على بشري وعلى الناس والناس ما هالأدب بشري بتعتبر الاعتداء عليها شغلة بتقطع مرور الكرام ولكن مع وجود دولة الناس تركن في هذه الحالة إلى الدولة وإلى الأجهزة الأمنية لكشف من هو الفاعل لأخذ عقابه لأنه الموضوع ما حدا يستسهله الجرائم الأبسط من هايك عم بيتم كشفها بوقت أسرع هذا الموضوع لا نفهم منه سوى أنه خوف من إعلان نتيجة التهري النزاع على الملكية بالجرد على المياه وملكية المياه بين منطقة بشري ومنطقة الضنية هو نزاع عمره فوق العشر سنين أو خمسة عشر سنة كرن السوداء هي أساسة ملكية بشراوية هي ملك بشري وهي تقع فيه مشاعات بشري القرن السوداء اللي هي أعلى قمة بالشراء الأوسط وهذا ما هو متعارف عليه منذ مئات السنين كانوا يقوموا الأهالي بمد نبريش من جهة ضنية يقوموا الأهالي من بشري بشكل عفوي بيقطع هذه النبريش بالصيف الماضي صار هناك اشتباك وأطلق نار بين شبان من منطقة بشري وشبان من الضنية في منطقة الكرن السوداء لما لا يتم وضع نقطة أمنية دائمة حتى الناس ما بقت تشتبك مع بعض لأنه إذا مرة واحدة لا سمح الله ذهب قطيل بين طرف من الطرفين إن كان من جهة بشري أو الضنية ونحن ضنينين على الطرفين وحقنا للدماء هذا الموضوع معقول يمتد وياخد طابع ثقري مناطقي أو طائفي أنا ما عم بربط واتهم أهالي بأصفرين بضرب مركز التزلج ولكن عمقول الناس وما نضحك ع بعضنا من ساعة مصار الاعتداء لأنه هي منطقة جردية عالية جدا لا يمكن القضوم إليها إلا عبر بشري أو إلا عبر جرود الضنية فالناس اعتبرت إنه بركي هذا امتداد للنزاع على ملكية المياه تفاعل على ضرب التلسكي بالذاكرة الجماعية لمنطقة بشري إنه هذه المنطقة لا تمس وهذه المنطقة لا أحد يقبل بأن تمس أو يتم الاعتداء عليها من دون رد هلأ يمكن الدولة اللبنانية على مستوى رئاسة الحكومة نجيب مئاتي لأنه بدخل من أول لحظة يمكن على مستوى وزير الداخلية ما بعرف عم بيقولوا لا يجوز يمكن إذا طلعوا لمنطقة الضنية أو بقى صفرين هم من قاموا بهذا العمل ما فينا نكشف عن التحقيقات مشان ما يصير في ردة فعل من ميلة بشري وهذا عمر يؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي لا نحن بنقول إذا ما صار في عدالة بيكون السلم الأهلي بخطر لأنه بعقل الناس هلأ إنه بما أنه الدولة ما كشفت من هو الجاني يعني هايدي المسؤولية بدنا نحملها لأولاد ضنية ولاد أهل بقى صفرين يلي عملوا ردة فعل ألا علاقة بالموضوع السابق يلي إلوا علاقة بالنزاع على ملكية المياه اللي بشراويين بطبيعتهم وبنشأتهم وبتربيتهم تيبقوا بهالجرود من أكتر من ألف سنة ويعيشوا بهالجرود الوعر والقاسي ولأنه ما حدا بيقدر يعلم عليهم فأنه التعليم عليهم بهذه الطريقة ما بيقطع مرور الكرام في المحصلة علينا التنويه بأن الحادثة التي حصلت في بشري لتندرج فقط تحت إطار الخسائر المادية فحسب بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفلت الأمني الذي يهدد أمن هذه المنطقة الاجتماعي فالدولة غائبة وأجهزتها متقاعسة عن كشف الفاعلين إما عن قصد وأما عن غير قصد وهنا لابد أن نسأل من هو الأخطبوط الذي يكون بأيديه الستة أفوها أجهزة الدولة كافة؟ أما الآن فالسؤال لكم أيها المشاهدون هل سيكشف عن هوية الفاعلين قبل فوات الأوان؟ أم أنها ستذهب مع النسيان؟ شاركونا تعليقاتكم اشتركوا في القناة